بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فقطيني بهي فأتيته بالكساء اليماني فقطيته بهي وصرتو انظر إلى وإذا وجهوية لألع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سامام وإذا بولني الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قررتين هو ثمرة فعادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا سامام وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قررتيني وثمرة فعادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وعليه فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلتم عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمان إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبو الحسن يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اجتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 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 لحمهم لحمي ودمهم دميم يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنون أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدون لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وانا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكت ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساب فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساب فقال غز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمان وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتاذن لي أن أهبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعام قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرار ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلفت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرة ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعيك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكسا فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البعيد ويطهركم تطهيرا فقال ولیون لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس نهاده تحت الكسا من الفضل عند الله فقال النبی والذي بعثني بالحق نبیام واصطفاني بالرسالة نجیام ما دكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأهل وفيه جمعون من شیعتنا ومحبینا إلا يا را ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائکان واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شیعتنا ورب الكاب فقال النبی وطاليا يا علیم والذي بعثني بالحق نبیام واصطفاني بالرسالة نجیام ما دكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعون من شیعتنا ومحبینا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقب الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكابة رب الكابة شكرا للمشاهدة